استقبل غبطة الكاردينال بيرباتيستا باتسابالا وفدا من هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة زار الأرض المقدسة للتعبير عن تضامنه مع الجماعات المسيحية المحلية ومساعدة الكنيسة في المنطقة وأكد غبطته للوفد الزائر أن البطرياركية تبذل كل ما في وسعها من أجل مساعدة الجماعة المسيحية في غزة لافتا إلى أن المدارس دمرت وبعضها تحولت إلى ملاجئ كما فقد الأطفال سنة دراسية من عمرهم وأضاف غبطته أن البطرياركية تسعى إلى توفير مكان للأطفال يتعلمون فيه وإلى إيجاد معلمين لهم ومضى إلى القول أن الوضع في الضفة الغربية مأساوي بسبب الحروب المستمرة حيث أن معظم المسيحيين هناك يعتمدون على القطاع السياحي وقد فقدوا فرص العمل بسبب غياب الحجاج هذا وقد عبر الكاردينال باتسبالا عن امتنانه لهيئة مساعدة الكنيسة المتألمة على المساعدة المقدمة للكنيسة في الأرض المقدسة كي تبقى على قيد الحياة وتواصل نشاطاتها الرعوية على الرغم من الأوضاع الطارئة